السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم مرحبا بكم كالعادة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة بسيطة وسهلة وسريعة التحضير كيف تشوفو هنا عندي واحد الحوتة فرشلا بابي اليمينيوم هنا ندوز عندي واحد نصف حمضة سنعصره هذا الحوت لا يحتاج للمقادر هذه طريقة وطريقة صحيحة سهلة وطريقة سهلة وطريقة بسيطة ودغية الماكلة هي موجودة كيف شفوه هنا عندي هذا العاصر الحامضة سنحل الحوتة وننضيف لذاك العاصر الحامض ومهم هذا الطريق سوف أخطي الريستورات طريقة بسيطة سوف نضع زاتر سوف نضع زاتر سوف نضع زاتر سوف نضع زاتر نضع زاتر سوف نضع زاتر نضع زاتر نضع زاتر نضع زاتر هنا سوف ندر معكم واحد انصالات سهلة كيف تشوفوا هنا عندي رخص وعندي ماطيش تصورات وعندي هنا هاد المقوين ما كيكونش في كل بلاصة مويم هنا هاد الحوت هاد الحوت هنا درت المقلى وغادي نضيف هاد الحوت ما غالي شي بقاي طيب عيك يسخن حيث هاد الشلدة بحالك نقول وشلدة دافية هنا سوف تسخن هاد غولة وبالنسبة لهاد غولة يمكننا نعوضهم بحواج اخرين نعوضهم مثلا بالحوت بياد نقطعهم مربعة صغار ولا القمرون ولا اي حوت ولا الكلمار ولا نعوضهم حتى بتجاج هنا ضفت لي واحد شوية لمرة كيف تشتو سوف نجعل هاد الحوت تسخن عليه المقلى كيف يسخن كامل كيف يسخن صافي وكنت فعلي ما كنخلي شي طيب بزر كتجاد هاد الشلدة هاد كتجي صراحة روعة روعة شلدة بردة كنقولوا احنا انسلادة انتين بلدة بحالة كنقولوا شلدة دافية سوف نضيف الخصوص سوف نضيف الخصوص سوف نضيف الخصوص بماطيشة صغورات كيف تشوفوا عندي جوجة الانوان عندي الحمار وعندي البرتوقالي سوف نضيف الخصوص سوف نضيف الخصوص حمض وضيف لها شوية الملحة سوف نضيف الخصوص نضيف الخصوص هاد الشلدة الدافية في هاددة انواع بش مبغيتو بش مازمها بغيتو ماشي بالضرر ان تكون غولاس حتى تجاج دي يليش دي تهاو قطعتي الصدر دي الجج تقطعي طريفات طيب إهم ما تخلي ماشي طيب بزاف يعني هاي ngày شد الروطوب سوف نقطع ماطيشة سوف نقطعها على شكل وريضة سوف نشكلها العين كانت تساكل صراحة قبل من الفم كان ناكله بالعين هنا هو الأول المهم تزين كيف نقول ديما يبقى اختياري كل واحد يزين بالطريقة اللي يبغى ربما كان زينه بوحد طريقة يعني كل واحد يزين بالطريقة اللي يبغى كان عير فكرة كانت تقاسمها مع بعضياتنا من فكرة كان نكونه أفكار وكنا في هذه الحياة كلنا نتعلمه وصراحة كنا نتعلمه عير انا كان شارك معكم الطرق وزعمال اللي كان نخدم بهم وهذا الشي اللي كان كان نتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم وكان نتمنى ولو البعض القليل أنه يستفد يستفد لأنه من اللي كانت وصل الفكرة كانت تتكوني منها أفكار خرين يعني بمكونات صراحة اللبسات ماشي حاجة مكونات بساط كانت تصنع بهم حواج اللي ما عندوش الطماطي هاد ماطيش الصغيرة راه ها ماطيش نيت العادية نحاولوا تايا نشكلوا منها تايا كتتقطع على بزاف الأشكال ونحاولوا أننا نصنعوا منها تايا شي حاجة وريدات ولا نزوقوا بها كل شي كي تايا كتقضي ونبقى بعض طريقة حتى تنسى البلاطو ديالي كامل ونظروا نضيف الحوت من الفوق سهلة ونشاركها مع بعضياتنا نضيف مقونات بسيطة ونضيف الوضافة ونضيف مقونات بسيطة وأصابه ودية يفتح الشاي لا يوجد مكونات صعب هذا الحوت يمكننا نعوضه حيث لا يستطيع أن يكون هذا الحوت يمكننا نعوضه بأي حوت بياض بالكلمار بالقمرون بأي حوت نعوضه بيه بعد ما كملت الإنسالات نخرج الطاوة من الفران كيف تشوفوا هذه الطاوة هذه الحوتة صراحة تجيء روعة مكونات بساط لا نستعمل فيها الكثير من المكونات وحتى الماضاق يجيء روعة كيف تجيء روعة وحتى الماضاق يجيء رائع وبطريقة صراحة بساطة وكيف قلت لكم اللي بغي يحمره شوية من الفوق يحاول حيضع اللي بغي يتحمر شوية من الفوق يعني اللي بغي يكتفي بها ككراها مزيان وهذه ندوز نقدموه إن شاء الله في البلاطو دينا كيف تشوفوا هذا هو الشكل النهائي دي الحوتة دينا كيف شفتوا كتجيء روعة لف الشكل وحتى الماضاق صراحة كيجيء روعة هنا زينتو بشوية بشوية الحاماض وكيف تشوفو تماما رفقتو بالبروكولي هاد شي كيبقى عير فكرة كيف قلت لكم يعني يمكن لكم تديرو أي حاجة معاه كل واحد كل واحد وشنو كيعجبوا يقول يمكن لكم تديرو خيزو يمكن لكم تديرو بطاطا تشامبنيون يعني بزاف تلحوج المهم هذا هو الفيديو دي الهدنار شكرا لكم على حسن المتابعة وكنتمنى أن نوينا الإعجاب ديالكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله ضمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء